Good morning, today is Tuesday 28th of April اليوم يأور رح نبدأ يونت جديدة اللي هي يونت 10 أخر واحدة بكتابنا إن شاء الله We want ice cream We هلا هنا كلمة we معناها نحن هذا الحرف منقرأه أو We معناها نحن Want شايفينها Want معناها يريد Want معناها يريد حرف الأيه هنا لفظناه أو Want ice هذا قرأنا إس لأنه في وراء إيش وراء حرف السي في إي Ice cream كريم هنا إكر قرأنا حرف السي لأنه لا في وراء لا إي ولا آي ولا واي هلا We want ice cream يعني نحن نريد المثلجات هلا رح نأخذ الكلمات اللي بأعلى page 82 and 83 هم About short e short e يعني صوت إي ما له قصير صوت حرف الإي قصير وحكيت لكم أنا حرف الإي لما يكون قصير معناته صوته مثل الكسرة بالعربية أول The first word عندنا كلمة إب وراها حرف الإي بعدين إد بتصير بد بد سرير بد سرير بد سرير لاحظوا ما حكيت بيد لا حكيت بد لأنه هون الكلمات المطلوبة مننا فيها حرف الإي short short يعني قصير number two egg egg بيضة egg بيضة لاحظوا لما يجي حرف الإي بأول الكلمة بيكون برضو short e هن دجاجة هن دجاجة طبعا هذا حرف الإه وتحتي كسرة ه أو إن هن هن دجاجة ما حكيت هين حكيت هن لأنه صوت الإي short this number is ten خطوة رقم عشرة ten t-e-n ten ما حكيت تين ten net net شبكة net شبكة pig pig مشبك الغسيل أو ملقة الغسيل منسميه pig لاحظ لفظة حرف الإي كأنه كسرة لما يكون حرف الإي لحاله ما في معاي حرف تاني من حروف العلية أول منقرأه مثل الكسرة لازم يكون صوته short شو بيكون صوته؟ short هدول الكلمات بديك تحفظهم تحفظ الحرف اللي في النص شو هو عشان الامتحان وتقرأ الكلمات مع تهجايتهم ما بدنا ننسى التهجاية عشان تضلوا تعرفوا تقرؤوا يا أول إن شاء الله رب العالمين هعيد الكلمات مرة تانية bed egg hen ten net pig هلا زي ما إحنا متعودين منا نكتبهم على دفترنا الإنجليش اللي معانا بتكتب العنوان تبع الدرس we want ice cream هاي هاي unit 10 هلا هاي date هلا اكتب على راس الصفحة short e يعني صوت e قصير شو كتبت أنا؟ short e صوت l e قصير وعلى الصفحة التانية برضو short e صوت l e قصير أول كلمة كتبتها بد اللي هي سرير بد سرير ig بيضة ig بيضة hen دجاجة hen دجاجة ten عشرة ten عشرة net شبكة net شبكة pig مش بكو غسيل pig مش بكو غسيل هدول الصفحتين إن شاء الله رب العالمين بتكتبوهم تبعتوا إياهم على المنصة يا أول good luck my students